تقص بالنسبة لليوم إذن 14 هجان في 2020 كيفش بش يكون؟ هو تاريخ 14 هجان في عنده دلالة خاصة بالنسبة للتقويم الفلاحي 14 هجان فيه هو مثل بداية السنة الفلاحية ويمثل بداية فترة اليالي سود اللي هي ارتبطت بأمثلة شعبية عديدة في توراثنا الشعبي اليالي سود كما يقولوا جدودنا ينبت فيهم كل عود وتقريبا بداية ما تاريخ ذاية توفى فترة السوبات الشتوي بالنسبة للنباتات وتبدأ فترة النمو ومن بين خصوصيات الفترة هذه استنادا لتجارب جددنا هو التقالبات الجوية مؤشرات الحياة تنقلوا الحياة تنقلوا مؤشرات الغيثة نافع مؤشرات الأمتار من سوش اللي احنا كنا معنين بتقالبات جوية ذات فعالية خلال فترة تسابقة بدرجة أولى في المناطق الشرقية لبلادنا وكمية الأمتار تم تزيلها خلال 24 ساعة لفرتك على كميات تقريبا وصلت المستوى إلى 15 مليمتر في الولايات السحلية الشرقية كيف ما جئت الوطن القبلي جئت الساحل سوسة المنستير المهدية كيف كيف في مناطق الجنوب الشرقي على غيرار اسفاقص قبش مدنين وتطوين وهنا نجمو نستشفه ضعف تدريجي لفعالية تقالبات الجوية مقارنة بما تم تزيله خلال فترات تسابقة هذيك عليش اليوم باش نودعوا رسميا سلسلة الاضطرابات الجوية اللي عاشناها مؤخرا الأمتار باشكون متفرقة بدرجة أولى في المناطق السحلية الشرقية بدرجة أولى ممكن ولاية الجنوب الشرقي أمتار ضعيف ومحلية في شكل زخات من حين لآخر في جئة الساحل في سوسة في المنستير وفي المهدية بقية الجهة إن شاء الله باشتعيش فترات موشمسة قد تدخللها مجموعة من الصحاب العبر وحتى ظهيرة الضباب اللي ممكن ميزة ساعة أولى لنهار قادة تتقشع بصفة تدريجية قادة نسجله في تحسن تدريجي لمدارة رؤية الأفقية نشاط رياح مزالي طالب منه نسيب من اليقظة في مناطق الجنوب الشرقي نحكيه على رياح قوية في خليج قابس ذيك عليش التحذيرات تتواصل سريط المفعول والبحر يكون شديد الاتراب في سواحل اسفاقس قابس ومدين مضترب بخليج حمامات وبزيج الساحل وعموما قليل الاتراب في سواحلنا شمالية ومحنش باش نعيش تغييرات كبيرة فيما خصى درجات الحرارة اليوم تقريبا الحرارة القصوى باش تبقى في مستوى 16 درجة في قليم تونس الكبرى 13 في زيادة وطن القبلي 15 في أقصى شمال في بنزرت وإيضا في زغوين بالنسبة لمناطق الشمال الغربي انتواقعوا تزييل 12 في سليانة 12 عفوا في الكيف 13 في سليانة 14 في باجا في جندوبة في مناطق الوساط أعلى الأرقام باش تكون في القيروين 17 درجة 16 في سوسة في المنستير 15 في المهدية في سيد بوزيد 14 في القاسرين وفي ولاية الجنوب مزات الأجواء برد نسبيا ممكن اليوم سجلوا 13 درجة في تطوين في قافسة 14 في سفيقس في قابس في قبيللي في توزر 15 وممكن اليوم نسجلوا أيضا 15 في مدين بداية من الغدو ان شاء الله نحكيه على أجواء مستقرة بكل ما تحمل كلمة من معاني البحر يكون قليل للثيراب بكافة المزات البحرية وذلك ممكن مواشرات الإيجابية بنسبة لخيان البحر في السواحل الشرقية باعتبار أنه قلقتهم ممكن للثيرابات الجوية اللي عاشناها مؤخرانا نتيجة لنشاط رياح وفترات الصح وفترات ممكن الاستقرار الظرفي ذي تبقى نسبيا متواصلة على المدى المتوسط حتى بعض غدوة بعض غدوتين خلاصة المداخل همتعنا حتى ينفهم بعض الأمتار في ماتقى الجنوب الشرقي ماتقى الأقناش بداية من غدوة ان شاء الله صحيح ليفهمها تضارب نسبي من بين مميزات التقص من بين خصوصية الوضع الجوي وفق تجارب الأجداد ما احنا ديما ننظر الجانب الإيجابي الفيتامين دي والفترات الموشمسة وان شاء الله تكون سنة فلاحية مكلة بنجاحات بالنسبة للجانب الفلاحي واتحصل فيها حتى منسوب المياه في المورد السطحي وأيضا الجوفي شكرا لك محرز يعطيك صحة بتبعاء على المعلومات هذي اللي قدمتنا فيما خص النشرة الجوية وفيما خص حالة التقص بالنسبة لليوم 14 جنب في 2020 اشتركوا في القناة